مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله نستعرض وإياكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع في بداية الأسبوع وحتى يوم الثلاثاء هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وتراجع الأحوال الجوية التي كانت سائدة خلال يومين الماضيين ويوم الأربعة إن شاء الله نتوقع أن تحدث حالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط زخات متفرقة بالمطر خاصة في شمار ووسط المملكة وبالذات شرق المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء مستقرة أجواء مشمسة بالنهار درجات الحرارة حول معدلاتها تخف سرعة الرياح الشرقية المعافة المناطق الشمالية العظم المتوقعة 27 والصغرى 15 المرتفعات الوسطى 24-14 المرتفعات الجنوبية 22-11 الأغوار البحر الميت 33 إلى 20 درجة وخليج العقبة 24 إلى 19 البادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 10 والبادية الشرقية 26 إلى 8 درجات مئوية يوم الأثنين إن شاء الله المناطق الشمالية أيضا الأجواء مستقرة درجات الحرارة قريبة من معدلاتها وبتكون في المناطق الشمالية العظمى 27 والصغرى 14 المرتفعات الوسطى ما بين 23 إلى 25 العظمى والصغرى بحدود 14 المرتفعات الجنوبية 21-9 والأغوار البحر الميت 33 إلى 20 وخليج العقبة 34 إلى 19 والبادية الجنوبية الشرقية 24-11 والبادية الشرقية 26 إلى 10 درجات مئوية يوم الثلاثة المناطق الشمالية 26-13 مع ظهور السحب المنخفضة المرتفعات الوسطى 23-13 والمرتفعات الجنوبية 21-8 يوم الثلاثة أو خاصة بعض الظهر تظهر بعض السحب على ارتفعات مختلفة والأغوار 32 إلى 33 العظمى والصغرى بحدود 18 درجة مئوية والعقبة 32-17 البادية الجنوبية الشرقية 25-12 والبادية الشرقية 27 إلى 12 درجة مئوية يوم الأربعة إن شاء الله انخفاض قليل على درجات الحرارة حالة من المطر الجوي أجواء غائمة جزئياً في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سخات متفرقة من المطر أحياناً والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 15 المرتفعات الوسطى 22-14 والمرتفعات الجنوبية 18-8 مع فرصة لزخات من المطر أحياناً وأيضاً الأغوار البحر الميت 30 إلى 18 درجة مئوية قليج العقبة 30 إلى 16 والبادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 12 والبادية الشرقية جواء غائمة جزئياً مع سقوط زخات رادية من المطر 27 إلى 12 درجة مئوية يوم الخميس تبقى الفرصة حتى ساعات الظهيرة لسقوط بعض الأمطار خاصة في شمال ووسط المملكة وأيضاً منطقة الشرقية من المملكة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26 والصغرى 13 المرتفعات الوسطى 21-11 والمرتفعات الجنوبية 17-8 والأغوار البحر الميت 30 إلى 17 درجة مئوية وخليج العقبة 29-16 البادية الجنوبية الشرقية 24 إلى 11 والبادية الشرقية غائمة جزئياً مع سقوط زخات رادية أحياناً و27 إلى 10 درجات مئوية يوم الجمعة إن شاء الله تميل الأجواء إلى الاستقرار وأيضاً الأجواء تكون تقريباً خريفية لطيفة في ساعات الظهيرة لكنها تميل قليلاً إلى البرودة أثناء الليل والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26 والصغرى 15 المرتفعات الوسطى 22-14 والأغوار البحر الميت 30 إلى 18 والمرتفعات الجنوبية 18-10 والخليج العقبة 29 إلى 17 البادية الجنوبية الشرقية 22-12 والبادية الشرقية 27 إلى 10 درجات مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه شكراً للمتابعة